وهنا بكلمك على جهد الهلال الأحمر المصري لا هو مش جهد هو جهود الهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات لأهلنا في فلسطين معنا داخل الستوديو مدير مركز عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر المصري سيد لطفي سليمان منورنا عمل ايه؟ الحمد لله لسه كنت بقولك ليس من سمع كمن رأى وأنت أحد شهود العيال الوضع عمل إزاي؟ هو الوضع كارثة إنسانية بكل المعاني مش هنقول إن إحنا واجهنا حاجات بالشكل ده قبل كده ولكن هو يعني أمر جديد في حاجات كتير جدا صعبة كل مدى ما بيكون الوضع من سيء إلى أسوأ الاحتياجات بتختلف من دقيقة للتانية عشان نقدر نرصد الوضع وانتبعه لا هو يعني يحتاج جهد كبير جدا 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 ومع حتى مع زملة في الهلال الأحمر فلسطيني إحنا نقدر إنه إحنا شايفين الوضع معهم كمان بشكل مباشر إحنا على اتصال دائم بيوه لا الوضع صعب الجهود اللي بيقدمها الهلال الأحمر هناك إيه؟ يعني عايزين نشرح للناس يعرفوا ما الذي يقوم به الهلال الأحمر هو الهلال الأحمر مصري هو في بادي الأمر هو جهاز مساند للدولة طبعا دورنا بيظهر أكتر بشكل قوي فيه الأزمات والكارس إنه ده الجزء يمكن الأكبر أو القطاع الأكبر اللي إحنا بنشتغل فيه الفترة اللي فاتت كان استراتيجات الهلال كانت في الاستجابة في الأوضاع العادية لما ابتدى الوضع يتطور ابتدينا ناخد مراحل أقوى شوية فبقينا بنستعد لما قابل الكارس وده يمكن اللي خلى وضع الاستجابة معنا المرة دي كمان مختلف عن السنين اللي فاتت يعني إحنا بنستجيب للأحداث في فلسطين من زمان يعني منيمكن أكبر المرات اللي اشتغلنا فيها كان في 2008 أو 2009 ولكن ما كانش الموضوع بنفس الصعوبة اللي عليها الموقف دلوقتي الهلال الأحمر بيقدم خدمات كتير جدا من ضمنها الخدمات الإغاسية واللوجستية بالدعم بقى سواء لأنواع المساعدات اللي بتطلب بين تجهزها واستلامها وتوجيهها للهلال الأحمر فلسطيني مجهزين طبعا خطط للاستجابات اللي حقا بعد كده سبب تقديم خدمات الإسافات الأولية أو خدمات الدعم النفسي أو خدمات إعادة الروابط الأسرية وده احنا كنا اشتغلنا في جزء منه في الفترة اللي اتنقل فيها المصابين في 2020 من فلسطين لمصر كنا احنا بنقوم بالدور ده كنا بنوفر التسكين بنوفر الاتصال ما بين المصابين الفلسطينيين وأهلهم في فلسطين ده كان جزء من الحاجات اللي احنا مشعلها الوضع المرات دي مختلف احنا عندنا نضرون خالية عمل بادية سواء من القاهرة امتدادا للمنطقة اللوجستية بتاعتنا في اسماعيلية ثم العريش وتطوير وضع استقبال المعونات في العريش من احنا مستقبل وضع عادي بالتنسيق طبعا مع الدولة وتسهيل الإجراءات اللي اتعاملت للهلال الأحمر مصري كجهة دولية ولها وضع مختلف فتم توفير مكان كبير جدا نقدر نستجيب فيه ونقاون وناخد المعونات اللي جاء لنا نجهز عشان تقدر تطلع لأهلنا بالشكل السليم تجهيز المعونات طبعا بقى عليه عامل كبير احنا نستقبل حاجات كتير جدا ازاي ان احنا نقسمها في اماكنها الصح ازاي نحدد اولوياتها وده بيبقى بتنسيق واكتماع دائما بين المجموعة اللوجستية ومجموعة متابعة الموقف الليها خالية ادارة الازمة اللي عندنا لان من وقت الاخر المستجدات بتغير نوع المساعدات اللي هتقدم احنا بلاقي نقدر نقول ان احنا مغطين جزء كبير جدا من المساعدات الطبية سواء المستلزمات اللي بتحتاجها المستشفات في حالات الطوارد لان هو ده اللي يعتبر رقم واحد الادوية يليها بعد كده المية والمية دي جزء من الاحتياجات الاساسية طبعا ما فيه احتياجات كتير جدا نحن نتكلم عن الاحتياجات نتكلم عن قائمة لا تنتهي ولكن الاحتياجات الاساسية اللي احنا محتاجين هنا كانت رقم واحد المستلزمات الطبية والادوية يليها بعد ذلك المية والأكل طبعا بمتابعة الوضع من خلال الفريق المتخصص بتاعنا ابتدى يحدد نوع الأكل كمان اللي يروح لأن الناس دي متضررة فأنا ما نفعش أبعد سلة غذائية مفروضنا هتطبخ يتم التهواء وده طبعا صعب فابتدينا نوفر الأكل الجهز الريديميز إنها تبقى جهزة تروح يقدر يأكل بسرعة تمام وتوفر له احتياجات الأسرة وإن كانت إلى مدد قصيرة شوية طبعا إحنا منزمين بالأوزان وبالأحجام في الحاجات دي ونبقى خايفين كمان إنه هو لو لا قدر له حصل حاجة هو يحتاج يتحرك مبقاش معاه حمولة إيه لا يقدر يتحرك بسهولة بيه مع وضع اللي إحنا قمنا به وده كان يمكن من أقوى الحاجات اللي نفذها للأحمر مصري إنهنا بمجرد ما الأزمة حدثت مركز عمال عندنا أخطر غرفة المركزية أخطرت خليطة دارة الأزمة إحنا عندنا وضع والوضع ده بيتفاقم في خلال ساعات بشكل تتابعه سريع جدا ومع التتابعه سريع ده ابتدنا نفعل حالة الطوارئ ونقدر نقول إن إحنا الوحيدين اليوم 7 أكتوبر دخل الهلال الأحمر مصري معونات للهلال الأحمر فلسطيني إن إحنا كنا مستعدين من يوم سبعة من يوم سبعة بعد الأحداث بالعملية على طول ده بعد الأحداث بساعات يا فنة وده مش أول مرة الهلال الأحمر مصري يقدم الاستجابة دي إحنا عندنا استراتيجية الدعم وخطط الإزاحة السريعة جدا فإحنا ما دعمناش من القائرة إن عندي مخزن استراتيجي ما بينه وما بين العريش ساعتين زمن فإقدر تعاني الحاجة بسرعة جدا بلغنا للهلال الأحمر فلسطيني بعد إذن حضراتكم إحنا الإنديكيتورز أو المؤشرات اللي بنشوف عالية الواضح بنقول احتمالية حدوث الأمر ده فإحنا بنوجه لكم المساعدات دي وتم استراتيجي المساعدات فعلا يوم سبعة أكتوبر بعد ساعات من من الأزمة نفسها معا دلاء الأزمة طبعا في غرفة عملات دائمة قايمة ما بيننا وما بينهم فيه اتصال دائما بين القيادات في القاهرة والقيادات في فلسطين في الهلال الأحمر فلسطين طعم التنصيق مع التحاد الدولي مع اللجنة الدولية ابتدين للهاتف نوسع الموضوع نحن نعمل ربط ما بيننا وما بين الشركاء عشان تقدر توحد الجهود وكل جهة تقدر تقدم صح ففيه تواصل مع المنظمات الدولية اللي موجودة كلها في مصر بمكاتبها وحتى الخارجية الصفرات المتبرئين من الناس الشركات والأسماء الكبيرة حتى المتبرئين الصغارين اللي عايزة تبرع بمبلغ بسيط أو عايزة تبرع بحاجات بسيطة احنا لم نغفل أي حد من الناس دي بالواقس احنا هتمينا ان كل واحد يكون له بصمة مشاركة في الموضوع ده ونصقنا العمل واحنا تقريبا في شبه اجتماعات دائما ما بيننا وما بينهم ازاي ان احنا نوصل لأعلى درجات الاستجابة وزاي نوفر الاحتياجات بسرعة وتوفير الاحتياجات او عادة في الازمات زي ما يقولوا بتطلع اوقات الاستغلال الازمة الوحيدة التي لم يحدث فيها استغلال يعني الناس كلها بتساعد ولو واحد بمسلا اشتروا منه ازاز مية جهة ما اشترت ازاز مية يقولك انا ما قدرش اعمل لك حاجة بسلام اتبرع بعربية تقعد بحاجة تنقل بتبقى حاجة جميلة جدا بتشجع الناس ابتدت الناس تلتفت لدور مهم جدا ان انت مسؤوليتك نحية الناس دي ايه